بسم الله الرحمن الرحيم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مواسم الطاعات وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره حسن عبادته وأن لا يشغلنا عنه سبحانه وتعالى أعظم مصيبة أن الإنسان يشغل عن ربه سبحانه وتعالى وأن يشغل عما خلق لأجله دي فعلا مصيبة عظيمة ولقاء اليوم يعني كما يعني يا حابب بس أكد بعض الحاجات أن احنا في الأمسية التربوية بيغلب عليها طابع الدرداشة شوية مش الدروس مثلا العلمية المنظمة أو حتى زي دروس التفسير بيكون مصار واحد على طول من أول الدرس لا بيبقى فيها نوع من الدرداشة شوية أشبه بدروس زي زمان كده دروس المساجد الواحد دي بيبقى فيه نوع من الأرحية عشان يحدث نوع من التفاعل طيب برضو حابب بنبه حاجة بالنسبة لخصوص دروس الأمسيات التربوية أن أنا بحاول قدر المستطاع أن هي تغطي سواء اللقاءات تكون فيها لقاءات وعظية أو لقاءات تربوية أو بين يعني بعض مثلا الإشكالات أو النقد للواقع بحيث أن ممكن واحد أحيانا يعني كان بعض الإخوة أرسل بيقول لي أن فيه دروس مناسبة جدا نية مثلا للعموم المسلمين زي وكان بين ذلك قوامة أو أظن كان فيه حاجة بعنوان وأنصته عن أهمية الإنصاط للآيات الكونية والشرعية وأن دي فيها طابع وعظي شوية وأن فيه دروس صعبة يعني قال لي كان فيه درس زي وقال أنني من المسلمين أو بناء الأعمال من خلال صورة الحشر قال لي ده بيبقى صعب أن إيه كان هو بيقول لي يعني إيه الدروس اللي إحنا ممكن ننشرها وإيه الدروس اللي ممكن يعني آآ يعني تبقى مثلا فيها نوع من إن هي بتقدم فيما فيما نقول يعني إيه خاصة شوية طيب درس النهاردة هو بالنوع الأسف التاني يعني هو مش بس يعني حاجة وعظية لا هو درس يعني أنا حابب أنه ممكن نقول قدر المستطاع أنه شيء تقصيلي شوية بسبب ما حدث من الترندات اللي حصلت في بعد رمضان والنقاشات بقى قضايا غير المسلمين والترحهم ومثل هذه القضايا وأنا حسيت أنه ينبغي في الفترات اللي إزاي كده مش بعيدة عن قضية الاشتباك مع الحدث بتابعة اختيارات شخصية لكل داعية أو لكل طالب علم إنه يشتبك أو لا يشتبك أو إيه قضية إيه مدى التأصيل المناسب هذه الفترة أو تبيين القضايا والحقائق ويجاز الله خيرا فيه درس جميل بصراحة الدكتور كريم حلمي اسمه عرة منقوضة درس بصراحة فيه يعني هيوفر علي كتير جدا جدا أنه احنا نحل عليه فمن الأول كده أنا بحل عليه عشان يوفر علي كلام كتير وادخل أنا في المعنى اللي أنا عايزة أتكلم عنه اللي هو بعنوان مركزية التوحيد لأنه أنا حسيت أن التأصيل أولى من الحديث عن المشاكل نفسها لا احنا نحط الأصل ونبنيه كويس ونحط الأساسات بتاعنا بتاعتنا بحيث أن هي بعد كده تنفعنا دائما في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الإسلام وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه طيب لقاء اليوم هو بعنوان أو يعني هو جزئين مركزية التوحيد وسعة الشريعة وبعنوان مركزية التوحيد وسعة الشريعة طيب الفكرة يعني واضح جدا من العوان عشان ندخل بقنا كل ده كنت بدي مقدمات برضو بحيث أن الناس ايه تتجمع وكده أظن خلاص كده بفضل الله الوضع يعني سواء على التليجرام أو هنا بالنسبة لمركزية التوحيد أنا كنت أظن أن الأمر بديهي بصراحة يعني كنت متوقع أن الأمر لا يحتاج إلى لقاء أو أن احنا نتكلم عنه حتى فوجئت وعشان كده الدرس ده يعني واحد يقول لي إيه أنا حسس بتناقب في كلامك أنت قلت في الأول أن اللقاء النهاردة أشبه بأنه هو نوع من الخطاب مش لعموم المسلمين أوي وإزاي أنت هتكلم في قضية مركزية تطرح لمعوم المسلمين أنا هقول لكم الإشكال فين عندي لوقتي الإشكال عندي أن الصدمة اللي أنا أخذتها في الترند اللي فات دوت والنقاشات اللي فاتت أن الكلام ما كانش بمجرد عاطفة عند عوامل المسلمين في مسألة الترحم على غير المسلمين أو الكلام غير المسلمين ده موجود على طول موجود من قديمة وكتبة فيه من قديمة الإشكال أن يعني برضو هستعمل مصطلح أنا أصلا عندي منه حسية بس هتطر استعمله لدلالته خلاص أنه أصبح له دلالة مستقرة وهو مصطلح الإسلاميين فطبعا إحنا كلنا مسلمين وأنا عارف أن المصطلح ده فيه إشكاله مش إحنا اللي وضعناه ووضع إلينا للتفريق بين المسلمين والإسلاميين وأنهما بيعرفوا الإسلامي الذي يسعى لتحكيم الشريعة في جميع نواحي الحياة وبيفرقوا بين المسلم المتزن المعتدل وأن الإسلامي متشدد فاهم كل هذه العبعاد لكن هتطر استعمله عشان يكون المقصد واضح أن ظهر تأصيل فيما يسمون بالإسلاميين فيما يسمون لديهم طرح إصلاحي أو طرحات علمية أو بيقدموا طرح لأمة الإسلام أو يعني لديهم تصورات بيقدموها سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي فإن الخلل هنا صدر من هؤلاء ولم يصدر بمجرد طريقة عاطفية أو استنكار عن المتشددين وكده يعني إحنا يعني بنتكلم في التوحيد وكده لا ده تأصيل وهنا خطورة الموقف إن هنا بتنشأ أجيال ليس فقط مجرد عندها عاطفة غير منضبطة وقضايا الولاء والبراء تحتاج إلى نوع من الانضباط على التشريع لأن العواطف فيها نوع من السيولة وده معروف وأظن حتى كريم جزالة أخيراً في البث بتاعه أشارل ده إن مسألة إن العاطف بتحتاج نوع من الضبط وإلا هينجار في الإنسان لأن الإنسان بطبيعته متغير ومتقلب والقلب سمي قلب قيلة لتقلبه وفيه أهواء بتحيط بالإنسان ومن فقه السلف كانوا بيسموا أهل البدع أهل الأهواء وتعدد الأهواء زي تعدد الظلمات كده في القرآن في اللفظ اللي جاء في القرآن من الأصد مقابل لكلمة النور الظلمات فهذه الأهواء كثيرة وبالتالي إن لو إنسان ترك نفسه مع تقلب هذه الأهواء واختيارات العقائد وبناء العقائد على العواطف ده هيحدث أن العقائد هتصبها نوع من السيولة وعدم الضبط فأقول إن لو القضية كانت مجرد عواطف بتبث نتيجة بعض المشاهد المؤلمة تصدرت بعض الكلمات غير المنضبطة يعني كان خلاص بيتم تجاوز الأمر الفترة ثم يأتي التأصيل الإشكال بل أنا بأكد ما فيش مانع من التأصيل حتى ضد هذه العواطف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما في موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إن على فراقك لمحزنون يعني حالة حزن وحالة أسى على موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث خسوف للشمس فقال بعضهم إن هذا الخسوف بسبب يعني هذا الخسوف بسبب موت إبراهيم فهنا هنبدأ تربط بين بعض الأحداث وبعض العاطف مع العقائد هيحصل نوع من الربط إن الحدث ده أنا عندي عاطفة تجاه موت إبراهيم وحدث كوني فأنا هربطه مع بعض وحطه كعقيدة إن خلاص فيه ارتباط كوني بالأمر ده فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله سبحانه وتعالى لا ينكسفان لموت أحده ولا ينكسفان لموت أحده ما لا لحياته ده حاجة آية من آيات الله سبحانه وتعالى فهنا في تعدي على أفعال الله سبحانه وتعالى وأم تنسب خد بالك أم تنسب إلى أفعال الله وفي حدث إيه حدث عطيفة جاه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا وقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمع ما شاء الله هو شئت وده كان فيه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لكن وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله ثم شئت فمسألة الذي يقف ليؤصل أثناء العواطف الجياشة ده أمر مهم لا ينكر عليه قالت الأعراب أمنا هنا نزل القرآن لا قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه فكان بيحصل ضبط للألفاظ لا تقول رعنة. مش روحدش قولك ايه ده مجرد لفظ. لا كان القرآن بيضبط الالفاظ. كلمات تقال للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن لا تقول رعنة. او كلمات يقولها الاعرب عن التعبير عن الاسلام او الايمان فيضبط القرآن يضبط هذا المصطلح. طيب كل ده برضو كان عادة مقدمة. ندخل في الموضوع. فالموضوع بتاع النهاردة مركزية التوحيد وسعة الشريعة. وللأسف للأسف هيغلب شوية نوع من الاية التأصيل والنقدة ايضا لبعض القضايا. فبأقول ان قضية التوحيد المفوضة هي قضية بديهية. قال الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. فهذه قضية ممتدة يعني لا لا يحدث فيها نسخ او تغيير او تبديل او مصالح ومفاسد. لأ دي قضية محكمة لكل الرسل. ولذلك كان هنا خلل النصرانية ان هي حصل فيها نوع من الانحراف العجيب عن مصار الانبياء. خلاص? ولذلك القرآن دايما في النقاش النصرانية كان بيركز على قضية التوحيد. طيب ايضا قول النبي صلى الله عليه الإسلام على خمس. طبعا لو عادنا نسرد الادلة. الامر يعني لم ننتهي. لكن ما انا عصدي ايه? ان مفهوم جدا ان خطورة الشرك ولعب الشيطان انه يصل الى الشرك يعني الحديث اللي في البخاري يعطي عن ابن عباس. لما بيقول كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلها على التوحيد. وبعد كده بدأ يظهر الشرك مع ظهور القبور وتعظيم الصالحين. لما قال فتنسخ العلم. تخيل جهد عشر قرون عدت. يعني كان عشر ازمينة عدت. وهو مركز على قضية الشرك. يعني الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء. الشياطين مش عجبهم قضية الحنيفية. ان الانسان يميل عن كل شيء وكل الى اليها ويتجه لله سبحانه وتعالى. لا احب الافلين اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات وارضه حنيفا. وما انا من المشركين. الشيطان لا يرغب في ذلك. فتجتالهم الشياطين. ده هدف حديث صحيح مسلم. ده هدف اساسي عند الشيطان. انه يصرف الناس عن مسار التوحيد. فعدم فهم هذه القضية ان التوحيد امر مركزي. فدعوة الرسل. بل هو الامر الرئيس. الامر الاساسي. فدعوة الرسل. وان هدف الشيطان الرئيسي قبل اي شيء. او كل ما بعد ذلك هياتي اتباعا. انه يحرف الناس عن مسار التوحيد. لذلك في سورة الجن. وذكرت الامر ده اكتر من مرة. ان يعني في مجموعة الليلات واسباب النزول. لما ابليس ارسل السراية. زي ما يكون ارسل مخبرين يعني. يبحثوا ماذا حدث في الارض. فبعض اللي ارسلهم ابليس بعض الجن سامعوا جمل النبي صلى الله عليه وسلم واجدوه يصلي قائما يصلي. فاستمعوا الى القرآن. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي الى الرجد فامنن به. اول معنى استقر في قلوبهم بعد السماع على طول. ولن نشرك بربنا احد. ده معنى رئيسي. ده معنى بديهي في الوحي. ده معنى اساسي. ده لب دعوة الرسل قضية التوحيد. ده اكتر شيء ينبغي ان يكون هناك حساسية في قلب المؤمن تجاه هذا الامر قضية التوحيد. قضية مركزية وزي هتكلم الوقت. كيف? وان كان ده هقولها سريعا لان ده عايزة مجلس لوحده. ان شاء الله باذن الله اسأل الله سبحانه وتعالى السادات فيه. زي ما عملنا في رمضان كده التناول القرآني للأحكام الشرعية والتناول القرآني لقضية القصص. عايزة عمل التناول القرآني لقضية التوحيد ومسألة الاعلام. ان شاء الله يعني. فهنشوف النهاردة سريعا يعني حاجة سريعة كده عن مسألة تعامل القرآن مع التوحيد. فبقولي ان الجن هنا لما استمع القرآن قالوا لن نشرك بربنا احدا. وتذكروا خد بالك هنا. انا عايز اقولك ان زي ما عنده الرسل قضية التوحيد قضية مركزية. ايضا عنده شياطين الانس والجن الشرك قضية مركزية ايضا. يعني ليست قضية خافتة مش مشغولين بيها. مشغولين بقضايا اعلى من كده. لا ده قضية حضرة في اذنين. فافتكروا الدروس اللي كان ابليس بيديها في العقيدة. كان بيديهم دروس في الشرك. بيدرس لهم الشرك. وانه كان يقول سفيه هنا. اللي هو صف فيها شطط. ليست على مراد الله سبحانه وتعالى. وده خطورة الكلام والجرأة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى بدون نص من الله سبحانه وتعالى. وبدون كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يسموئي لما استمعوا للقرآن اكتشفوا مدى سفاهة ما كان يلقيه الشيطان من وساوس ومن كلام على الله سبحانه وتعالى. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فاذن هي قضية مركزية. لا ينبغي ان تغيب عن الطرح الديني. ربنا سبحانه وتعالى في احد اقوال هذه الاية بان هو يعني قيل ده. اصلا القول الاشهر يعني. فقول الله سبحانه وتعالى. ولدين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء. اقوال كثير للعلماء والاية بديعة وسياقها بديع وفيها كلام من اول المقاتل وبقى والطبر يجمع الاثار لغاية لما توصل للسعدي ابن عشور. يعني هتجد يعني كلام رائع في الاية. منهم من قال الاية بتصف اعمال الكفار التي ظاهرها الخير. خد بالك. اعمال لان بعض الناس قال نظر الاية نظر اخرى. فخيرنا اخد القول ده. اعمال القرآن التي ظاهرها الخير وظاهرها الصلاح. وانها لن تنفعهم في اشد الاوقات احتياجا. في اشد الاوقات ضمآن يوم القيامة. هذه الاعمال التي ظاهرها من الظاهر كدنية. اعمال كويسة والناس بتقول عليها اعمال كويسة. واسقض على قريش. مثلا اطعام الحجاج وخدمة الكعب. تخيل. اجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامي كمن آمن الليل الاول. الايمان. فيقال لهم هذه الاعمال يوم القيامة كسراب. بقيعة يحسبه الضمآن يأتي يوم القيامة في اشد الاحتياج الى الاعمال ليس هناك دينار ولا درهم. كسر ستدخل للجنة. ليس هناك لا دينار وله هناك الاعمال حسنات والسياد. فهو يظن ان معه هذا مع العملة بتاعتهم القيامة اللي هي الاعمال مع الحسنات. فيتجه مسرعا ويفاجأ انها سراب. لا تنفعه شيء. ووجد الله عنده فوفاه حسابا. فلذلك قالوا هنا السراب ده اللي هي الاعمال بغير ايمان. فاي تدليس يقوم به الداعية حينما يروج الى ان الامان ليس قضية هم. اي مصيبة اي تحريف وانا لسه كنت بتكلم في درس سورة البقرة عن التحريف في دين الله سبحانه وتعالى. وجرائم علماء بني اسرائيل في تحريفهم في دين الله سبحانه وتعالى. افتطمعون اي في شرح افتطمعون اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وتحريف الدين عن مقاصده. والحرف اللي هو من معنى الانحراف يعني الدين وشرح تداف الدرس اتجعونه. في مقاصد بدين الله سبحانه وتعالى بيأتي الذي يدعي انه يفهم هذا النص وهذه المقاصد ويحرف الدين عن مقاصده. فيأتي العامة الذين لا يفقهون يسيرون خلفه فينحرفون لانهم وجدوا المصار انحرف. فساروا مع كلامه ومع فتواه ومع تأصيلاته اللي هي صرفت الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما بنقول ان الشهادة شدوى لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بنقول ان اخطر شيء دايما تحذير من هذه القضية قضية الشرك وقضية البدعة عدم الاتباع. وده قضية محفوظة عند الناس. يعني العمل عشان يقبل لابد من الإخلاص والعمل لله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى وان يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ما الناس حفظت الكلام ده. لكن ساعة التطبيق وساعة الحدث بيحدث حالة من الاضطراب ليه؟ بل تحدث امور قدرية بتقدير من الله سبحانه وتعالى لتستثير هذه القضايا الكامنة في النفوس فتظهر. فهنا بيجب على الناس ويجب على العلماء ويجب على الدعاء ان يبثوا هذا التأصيل في الناس حتى لا تضيع هذه المعاني ويتنسخ العلم. طيب. خليني اتكلم ودايما انا بحب النقطة دي وده برضو بيزعل بعض الناس عشان بطول. نحكي القصة من اول سريعا. ودايما اي حد يعني الواحد لما بيجي يقعد مع الشباب او اي حد اخ اخت عندها عنده او عندها مشكلة او شبهة في الدين وبحس ان الشبهة التي تلقى لها يعني ضاربة في الاصول ليست شيء عابر. هو بيظن ان ايه ان المشكلة في حديث او في اية او اعتراض. لكن تحليل ما يقوله بتدل ان هو نحتاج الى ايه عارف لما تجيب دماغه كده تحس ان هي متلخبطة. فمحتاج تكبها وتبنيها صح. يعني دماغه فيها ايه حتة كويسة ايه ايه وحديث ضعيف وفهم خاطئ وقول مكذوب وشبهة وامنية جواه واخلاق ليست اصلا شيء من الاخلاق ده هي ضغط معاصر عليه من سلطة الثقافة الغالبة بتعبير ابراهيم السكران. فدماغه خليط. لانه قاعد على طول عمال سكرولنج في الفيس وفي تويتر. فاللي بيدخل الامبوت اللي بيعمل يحصل له متنوع جدا. وبيتابع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فما بيجي يتناقش وفي دماغه ده بيظهر في صورة بقى الشبهة اللي بيصيرها او السؤال اللي بيطرحه. بتفهم ان السؤال مليء بالالغام. محتاج ان هو يفكك. فبيكون الحل اعادة البناء مرة اخرى بتأسيس. وده اللي القوان بيعمله. ولذلك كان فيه درس بعنوان اعادة ضبط. ان كثرة الختمات القرآنية التدبرية مع التأمل والقراءة المتأنية على مكث بتعيد هذا الضبط بدون مشهور الانسان. يا لو انت عايز. وده من الحاجات العجيبة اللي قابلتها بصراحة. يعني الحمد لله ان اللي واحد بيهد عن الفيس يعني. واحد مبتلة بتويتر يعني. لكن الخلاصة الاقي ايه ناس بعتلي من منشورات او بعتلي المنشور. بتلاقي واحد يقولك ايه? ده فيه ايات في القرآن بيتقول ان عادي الواحد ممكن يبقى مسلم او في المسلم وان غير المسلم عادي الجنة. انا اقول في القرآن. في القرآن. طب اعمل ختمة. نصيحتي اعمل ختمة. واثبت اللي انت بتقوله. يعني اعمل لنا ختمة قرآنية ودي نصيحة دايما نصحة لأي حد. عايز عايز تبحث عن مركزية التوحيد في القرآن. اعمل ختمة. وابحث عن التوحيد في القرآن. هو في نصة اصرح من ان قل هو الله احد. الله الصمد ثلث القرآن. يعني وفي اصرح من كده عشان تكتشف مدى مركزية هذا التوحيد في القرآن. لكن عموما يعني يعني شيء عجيب بصراحة يعني. الخلاصة ان اا نبدأ من الاول. من قول الله سبحانه وتعالى. وده من من اعجيب القرآن ان وضعت هذه القصة في اول القرآن في سورة البقرة. وان ترتيب المصحف بين ايدينا غير ترتيب النزول. فاي حد بيقدم له القرآن ودايما اظنكم التعامل في خواطر رمضانية. اظن خواطر رمضانية السنة اللي فاتت. مش رمضان ده اللي قبله. اا خواطرة في الاول كده بعنوان بداية قوية. بعنوان بداية قوية. ودايما بس تحضر ان من وسائل فهم القرآن الان استحضر انك بتعطي نسخة من القرآن لغير مسلم. حتى لو ملحد. وتحول تبحث ماذا يفعل القرآن في عقله ونفسه الان. يعني لو هو بيقرأ بباحث يعني. ماذا يحدث القرآن في عقل القرآن بيخاطلي بيضغط على ايه في عقله وعلى نفسه. يعني زي صدمة لا ريبة فيه كده. هو متعود ان اي كتاب في نسخة اولة وتانية وتالتة واستدركات ومراجع وبين ريفيو ومش عارف مين يراجوة. هو متصور لا اي وفاجأ ان لا ريبة فيه. يعني مفيش فيه شك مفيش في معلوماتها تعدل لا. فهو بيحصل له نوع من الصدمة وشو متعود على الطرح ده. فمن البداية ايضا قضية اني جاعل في الارض خليفة. وان فهم الوظيفة والانتماء والغاية بيسهل على انسان كثيرا من الاختيارات الحياتية. وبيضبط عقل الانسان. وده مبثوس من اول القرآن. قضية من انت? وماذا تريد? والى اين تسير? ولماذا جئت الى هنا? اسئلة مهما حاول العقل البشري الهروب منها سيظل يبحث عن اجابات عنها. وحاول البعض ان يقدم اجابات مسكتة حتى يتوقف تتوقف العقول البشرية على مدار الزمن عن البحث عن هذه الاسئلة ثم لا يستطيعون. ودايما بأكد على جمال كتاب معنى الحياة انه بيأكد على ان لما المعنى بيغيب من الحياة تكون حياة عبث. فكيف يعيش الناس بدون معنى بدون حق وباطل بدون خير وشر. لا يستطيعون. اه اذا الوقت يجيري انا ده لسه بدانيش. طيب. اه فببدأ من مسألة اني جاعلهم في الارض خليفة. ولاحظ ان لما الملائكة وده مشروح برضه بسرطة البقرة. لما الملائكة سمعت خليفة استحضروا وظيفة اصدق. لان انا فاهم اني في طبعا خلاف معنا خليفة ويخلف بعضهم بعضا واني في ناس قالت. كلمة خليفة لا تحمل دلالة وظيفية. هي بتحمل دلالة توصيفية لهذا المخلوق. تحمل دلالة توصيفية لهذا يبتصفوا. مش دلالة وظيفية. في حين ملائكة لما سمعت خليفة. قالوا اتاجعلوا فيها ذكرت وظائف حق وباطي. ما يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء. وذكرت الوظائف لما بيقومون بها من مراد الله. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لبا اذا كان في وظيفة معينة. هم يرون ان هذا المخلوق لن يقوم بها على وجهه. فقال الله لهم اني اعلم ما لا تعلمون. ومن معاني هذه الاية اني اعلم هذا الختام. اني اعلم ما لا تعلمون. والختام ده بديع. وانا ذكرت في تفشيلة سورة البقرة. انه ممتد طوال الصورة لانه بيفك اشكالات كثيرة طوال سورة البقرة. اني اعلم ما لا تعلمون. قضية العلم. واسرار التشريع وغير ذلك. فقيل في معنى اني اعلم ما لا تعلمون ان هناك اناس سيقومون بعبادات لا تقومون بها. لا يقوم بها الملائكة. وان هذه الابتلاءات وهذا الفساد وسفك الدماء الذي ترونه. الذي سترونه موجودا. وقيل ان الله اخبرهم ان هذا سيحدث. هذا سيظهر في المقابل عبوديات اخرى. عبوديات لا بالرغم من وجود سفك الدماء وبالرغم من وجود العوائق والابتلاءات. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن يبلو بعضكم ببعض. فهم المعنى ده من البداية قبل الدخول في التشريعات. وده من جمال القرآن قبل الحديث عن التشريعات في سورة البقرة. الحديث عن الوظيفة والانتماء. لسيدنا آدم وسيدنا ابراهيم. هذا الانتماء الممتد. وان الامة لما امة بني اسرائيل لما حرفت وبدلت وغيرت استبدلها الله سبحانه وتعالى. وجاءت امة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من المهم جدا الدندن كثيرا حول معاني القرآن المكي قبل الانتقال لتفاصيل التشريعات المدنية في القرآن المدني. وان كان سبحان الله. وده ذكرت في درس التناول القرآن الاحكام الشرعية. حتى القرآن المدني. وما فيه من احكام تشريعية يدندل حول معنى العبودية. القضية ليست مجرد قضايا اجرائية. لنعيش في الحياة بدون مشاكل. لا. الامر اعمق واعظم من ذلك. وسازكر الان نقلات عن شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الامر. هو واضح عموما ان احنا هنطول. يعني ايه يعني عايزك بقى تبقى ايه? ريلاكسي كده. طيب. فبقول ان الدندنة كثيرا حول معاني القرآن المكي بتعيد فهم وضبط وتصورات الانسان. وبتخليه خلص فاهم ايه علاقة يعني بتخليه بيبني عنده مركز ودوائر تشريعية. وفاهم الروابط من هذه الدوائر التشريعية وبن المركز. مش بتنفصل التشريعات وبتكون مجرد اجزاء متنثرة ينطقي منها ما يشاء. لا. وفاهم ان كل ده كل التشريعات هي بتدور حوالي مراكز. وانه في اسس زي بنيا الاسلام. في مراكز في مركز التوحيد والدار الاخرى اتباعي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تشريعات وبيربط ويأتي التذكير في حكم فقهي في قضايا الطلاق بآيات الله وبحدود الله وبطاعة الله بالمركز. القضايا ليست مجرد معاملة اجتماعية نزل قانون اجرائي لضبط الحياة الاسرية. لا الامر اعمق. الامر عبودية لله سبحانه وتعالى ساتو حاسم. وذكرت في درس التناول القرآني الاحكامي الشرعية. وان شاء الله هو يعني بتعمل عليه الشغل وينزل قريبت يعني بصورة اكثر تنسيقا يعني. مسألة ان حتى اللي هيحاول يعمل يلعب بالشريعة. وظاهريا يقولك انا ما عملتش حاجة ما غلبتش انا طلقتها. حقي ورجعتها في العدة وطلقتها. مظاهريا انا ما غلبتش. ربنا على العدالة اتخذوا ايات الله وزور. احفاق احد اقوال دي الايان. فلما بتقرأ القرآن وبتعيد هذه المركزيات مرة اخرى. واظن انا كالية درسين بعنوان مركزيات القرآن ومركزيات الواحد. اتكلمت على قضية الله في القرآن. بتفهم هنا قيمة التوحيد. مش محتاج بقى درس ولا تسمعني ولا اي حاجة. لا لا. قراءة القرآن. قراءة متأنية. وانت تبحث عن الله في القرآن. الموضوع بيكون واضح تماما. لا يحتاج الى دروس. في التوحيد في القرآن يا جماعة امر عظيم. التوحيد في القرآن مش مجرد معادلات كلامية تحتمل الصواب والخطأ. او استنباطات واستدلالات فلسفية بتحتمل الشك واليقين. لا لا. الامر التوحيد في القرآن حقائق. فطرية. الكون كله ملتزم بها. قلم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. يعني قضية مركزية في الكون قضية التوحيد. فالقرآن بيطرح قضية التوحيد على انه حقائق. مش على انها يعني معادلة ونحاول. طب نجربها له باسلوب تاني. لا. وان الذي ينكر التوحيد هو يعني يحتاج الى مجهود لمسخ الفطرة. واعراض عن الايات. وكبر ان في سوريم الا كبر ما هم يبالغيه. وان اشكالات نفسية ضخمة بداخله. حتى يجحد والكفر. القضية التغطية. هذا المجهود الضخم لتغطية الايات. واللغوة حول النفوس حتى لا تبصر الايات الكونية. مجهود لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. مجهود من شياطين الانس والجن لتحرف الناس عن قضية التوحيد. انه هو الاصل. والاصل في المجتمعات في الاول هو التوحيد. فالتوحيد امر عظيم جدا في القرآن. ترح التوحيد في القرآن بشتى الطرق. بالحديث عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته وافعاله في القرآن. تحدث القرآن عن التوحيد من خضوع المخلوقات مهما كانت عظيمة. وذكرت ان المعلم اليماني ببراعته وذكائه التقط ان كيف ان القرآن كان بيركز على عبودية الملائكة. لان كان بدأ يتسرب للعرب تعظيم قضية الشفعاء والوسائط في العبودية بين ما نعبدهم الى ليقربون الى الله زلفة. وان كان بيرى هو ونقل بعض النقولات ان اصل الشركة كان عبودية الملائكة عند العرب. فالقرآن ركز على عبودية الملائكة. والصافات صفة. ومدى الخضوع الملائكة لا يسبقونه بالقول سبحانه وتعالى. مدى خضوع الملائكة لله سبحانه وتعالى. وانهم يفعلون ما يؤمرون. فده من دلالات التوحيد ايضا. خضوع المخلوقات. الجبل تدك. يا ارض ابلعي ما اكي. يا سماء اقلعي. وغيظ الماء وقضي الامر واستوات على الجودي. فليلقه اليم بالساحل. يأخذه عدولي وعدولة. والقيت عليك محبة مني. الخضوع الكل لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بيطرح بشتى الطرق. عظمة الخالق سبحانه وتعالى. اسمائه وصفاته وافعاله. خضوع المخلوقات مهما عظمت لله سبحانه وتعالى. بيطرح القرآن قضية التوحيد بعقوبة المؤردين عن التوحيد. وكيف انهم يسترخون في النار يوم القيامة. مآلات الظلمة. وهو جريمة. لذلك من الاخر عايزة القرآن يقدم لك الكفر والشركة على انه جريمة. حقيرة. على انه ظلم عظيم. ان الشركة يخلط بالغلام. لظلم عظيم. ثم نأتي ونتجاهل هذه الجريمة وهذا ظلم. ونتعامل بلا مبالا. وتجاه هذه القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاد. اتدري ما حق الله على العباد. ده حق. ده الله على العباد. قضية التوحيد حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. لا ينازع فيها سبحانه وتعالى. طبعا لما حصل وهنا يعني لما تاخد الجولة القرآنية في القرآن على قضية التوحيد والحديث عن الله سبحانه وتعالى بشتة الطرق كما ذكرت. والحديث عن الشرك بالنظرة الاخرى وكيف اضل هؤلاء. تفهم كيف ان القرآن وضع قضية التوحيد ومعرفة الله في المركز. وانتوا عارفين بقوا كلمت على ده اظن في مركزيات الوحي. لما جات بقى الحداثة حابت تشيل المركز ده. قضية معرفة الله وتحط الانسان هو المركز. فطبيعي لما تحط الانسان هو المركز بقيت الدوائر. معديتش التشريعات العبودية لله. لأ. انت قبل ما بتنام بتذكر نفسك. اه خواتيم البقرة. لا يكلف الله نفسا. في تكليف من عند الله وانت نفس مكلف. امن الرسول بما انزل اليه من ربيه والمؤمنون. بتذكر بتتذكر ان فيه رسول. ان فيه ايمان. وانت بتلتحق بركب المؤمنين. وان شعار المؤمنين سمعنا وقطعنا. ليه? لان لا يكلف الله نفسا الا وسعاها. وبتطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. فمن قرأها في ليلة كفتاه. يعني بتكفيك. ورجعوا بقى معنا حديث. قيل تكفيف اشياء كثيرة. فالشاهد اقصد هنا ان لما بتشيل قضية العبودية والله من المركز. وبتحط الانسان بتكون الدوائر عبارة عن ايه? عن حقوق الانسان وفقط. مين الانسان الكويس? اللي بيحب الانسان وبيزبط الانسان وبيعمل الانسان الرفاهية. وبيجيب ببوبايل حلو الانسان. اه يعني يا ربنا يكرمه. كان ابراهيم السكران اظن. لما حد كان انكر برضو قضية التوحيد. مش فكر كان يا مهمين بلال فضل ولا مين لما. زمان يعني. لما تكلم على مسألة برضو ان اه حصل كالعادة كل شوية حد يموت فالمسلمين اه اه فالناس ديقوله ده كان يا مهي ستيف جوبس تقريب. مش فكر والله يعني بتاع عابل. اه فقال لك لا هو انت وكل ما حد هو اللي عمل لكو انت الان بتتكلم في التوحيد والان انت تعطينا بس مباشر من على اجهزة لم يعملها مسلمون جودا. فابراهيم السكران كان اظن كتب تغيدي دايما بيقول ايه. اه بيتحك يعني بيقول ايه اه مقال عقدتهم يعني. يقولون ان الجنة سيدخلها من قال لا 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 الله ومن اخترع شيئا عظيم. اه فالوقتي هم كل شوية بقى يضيفه. اه ومن اخترع عشيئا عظيما وبيشرب القطط والكلاب مسلا. ومش عارف بيعمل ايه. ايوة. فين المركز. اللي بتتفرع منه عشان كنا سميته دارس مركزي الشريعة. ولسه تتكلم على سعة التشريعات. ايوة فيه تشريعات عظيمة. ومبنى ضخم. لكن اتكلم الاول على الاساس عشان قبل ما نطلع للمبنى. وخطورة القفز للحديث على تفاصيل البناء قبل الكلام على الاساس. زي كالك القرآن المكي. اطول من القرآن المدينة. في طول. بالرغم من الاحداث التي حدثت في المدينة. والتشريعات والغزوات والاحداث التي حدثت فيها تفاصيل اكتر. لكن اهمية الدندنة حول هذه المعاني المركزية في القرآن المكي. اذا بقول ان الانسان لما اصبح في المركز فاصبح كل حاجة حقوق حقوق ربنا. ما فيش حاجة اسمها حقوق الله. اين الحديث عن حقوق الله سبحانه وتعالى? فين? بقى اللي يعمل لي مروحة ده هيخش الجنة. واللي يعمل لي موبايل يخش الجنة. واللي يعمل لي مش عارف يخش يلا ده معاني. انت هتعمل لي ايه? هتزبطني انت تخش الجنة. يلا. كل اللي هيعمل لي حاجة انا ادخله الجنة. اللي هي يخترع لنا اختراع كويس. يلا جماعة فيهم شابقة. اللي هيدافع عني او ده هيخش الجنة يا جماعة. خلاص. هي الجنة دي ايه? هو المفروض ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ملكه. وهو اراد شيئا سبحانه وتعالى. وتلاقي بقى هنا يقول لك ايه? نعم تيجي تتكلم عن حقوق الله. يجي لك بقى سؤال من ملحد ايه زكي شويتين يعني. ايه سؤال بقى يقول لك انا هعمل لك نوع من ده الاحراج. يقول لك ايه? هو ايه. الاسر شفتها كتير يعني. وهل يحتاج الاله? اه الى من يدافع عنه? تحس يعني هو كده بيحيجك يعني. ده بيفكرك بالزبط زي ما واحد دخل الامتحان. وبالمسبة الامتحانات يعني. دخل ان الطلبة دخل على الامتحانات يعني. فمسك الورقة بتاعت الامتحان وانا مش هحل طبعا. وهل يحتاج الدكتور الى ما اه الى ان اجيب? هو لو اه لو كان دكتور كان جاوب لسئلة. جايبنا انا جاوب. لا هو مش جاوب حركة جاوب. هو جاوب يختبرك. انت مكتلى. في امتحاناتك طبعا. وانت هنا في الدنيا في ابتلاف. في تكليف. ما هو ما خلقت الجن والانسة الا ليعبدون. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ده احد الاسئلة. عسى ربكم ايهلك عدوكم ما يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملوه. وقد كان. فرعون ده كان سؤال من الاسئلة. فعلى ما سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب. فالخلاصة لما تحط الانسان في المركز. فبقى خلاص هو يكون. وشوية طبعا بقى ما بعد الحدثة كمان الانسان يتشاهله بقى المادة هي المركز يعني. المهم. فانتقلت وده برضو من المعاني الجميلة اللي اشار لها دكتور كريم. انتقلت الالفاظ بتاعة الحق والباطل والخير والشر والصح والغلط انتقلت من ان كان المعيار الله والدين والرسول والاتباع الى ان الانسان هو اللي يحدد انسان هو الانسان فقط. بعدا عن اي بعد اخر. وده وهم وانا هاشرح ليه الوقت يوهم. بس عايزة قبل ما اشرح ان هو ليه وهم واشرح لكم طريقة مهمة تساعدنا في اكتشاف هذه الاوهام واي طرح يقدم باذن الله سبحانه وتعالى. ان اصلا وجود احساسنا بالخير والشر وحتى اللي بيدافع غلط عن حد بيقول اصلا وعمل حاجة كويسة. يعني حاجة كويسة وخير وشر. وجود ده داخل الانسان ده من اهم الادلة على وجود الله سبحانه وتعالى الدار الاخرة. واني لو ما فيش الله والدار الاخرة ما كانش هيبقى. لا كتل حياتي بقى عبث. ما فيش صح وغلط اصلا. لذلك من البديع القرآن لا اقسموا بيوم القيامة ولا اقسموا بالنفس اللوامة. وان النفس اللوم من نفس دليل على وجود يوم القيامة. ان النفس لن تلوم نفسها. الا اذا عارفة ايه المعيار? في معيار للصحة الغلط. وايه اللوم على ايه? انت العتاب او اللوم? ان في حاجة كان ينبغي ان تفعل. في حاجة الصحة وفي الغلط. فحصل ان انتقلت الالفاظ ديت للانسان مش لالله. طيب ما قالت ده ايه بقى? يعني لو احنا الوقت ماشي. عارف زي اللي يقول لك ايه? ما فيش تراث. والبخالي ومسلم. ويا طعر. طيب اجمل حاجة فان نقاش معاه. هذه اللي طرحات اغلبها مبنية على الهدن. انه قاعد يهدم فيك. وانت دايما قاعد في خانة الدفاع. وتقاعد تثبت وقاعد تتعب نفسك. فان ده تقول له. طيب خلص. انا عندي طرح متكامل. ما انا هسكت? انا طلعين الطرح اللي عندي ده مش بتاعي. ده طرح ممتد لقرون. تفق عليه علماء المسلمين. حضرتك ايها المجدد الصغير او الكبير او الشاب ايان كان. اه اه اه. قلنا الطرح بتاعك ممتدا لاخري. ما لكش دعوا بي. يعني انت التراث غلط اه ده ما فيش تراث. البخير ومسلم مش عاجبينك اه ده البخير ومسلم مسلم. ثم ماذا? كيف ستقوم المجتمعات? مقالات طرحك ايه? ذلك انا دايما بيعجبني في بعض الاطروحات الغربية او اه بعض الفكر الغربي عند الازكياء. وده بصراحة بالنسبة لي كانت ميزة اه اه ميتشا. يعني الطرح انت شاوي ميزته انه وغيره من الازكياء اللي هو بيرفضه انه هو يقف منتصف الطريق. لانه هو ميشي في طريق وبعدين فيهمه ان لو ميش الاخر الطريق هيبقى ضيعة. فيش اله والانسان هو الاله. ولو رجع هيرجع للعبودية الله سبحانه وتعالى والتكاليف. هو مش عايز كده في يوم مواسطنه. فيقول لك نين كوري السنة بس مش قادر يتكلف في القرآن الوقتي. وبعدين يقعد يحرف معاني القرآن. طيب احنا عايزين مقالات. مقالات كلامك ايه? يعني مقالات ان التوحيد معادش المركز وان الولاء والبراء معادش على الدين. مقالات هذا الامر ايه? لذلك بيعجبني وان كان يعني مش وردت في الحديث يعني الكلمة التي رؤيت يعني عن المشركين لما سمعوا كلمة التوحيد قالوا ايه? لو كانت كلمة لكلها. هو هو يعني. لذلك المنافق تحت المشرك في النهار. لان المشرك كان في عنده نوع من المواجهة الصريحة كافر. زي قايتين في اول البقرة. المنافق لا تفصيل. يعني المنافق قاعد في النفق بيستخبه ويطلع هنا شوية ويطلع هنا شوية ومع الكسبان وبشجع الكسبان. لكن الكافر كان صريح. فهما بيقول لك احنا يعني دخلوا يشوف وش مش هينقولها لو كانت كلمة اللي قلنا. احنا قلنا لا اله الا الله. يبقى لا اله الا الله. ولأنا محمد رسول الله. يبقى محمد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يبقى جاء برسالة. يبقى نتبع يبقى هو الاله الاوحد يبقى نهد الاصلام ونعبد ربنا ونسمع كلام النبي صلى عليه وسلم. خلاص. انما قل يا اله لله محمد رسول الله وقعد اللعب وحور مش احنا بقى. يعني اه ابو سوسيان مرضاش يجذب لما هرق رسائب. مرضاش يجذب. قال لك لأ انا لو كذبت اي مشكوه علي احنا مرضاش يجذبش. ففهم مقالات اي طرح. خطورة. فلما انت تشيل قضية التوحيد. وتشيل قضية السنة وتشيل قضية الدين منه هو معالش مركز من المراكز. طب الناس هتكتمع على ايه? معلش يستحملوني بقى شوية? رواءوا كده واخسلوا وشو كده ورواءوا. هقرأ لكم بعض نصوص من كلام شيخ لسامي تمية من رسالة اسمها قاعدة في المحب. رسالة بديعة فيها بعض السؤالات. هنتقي بعض. الايه? المقاطع منها كده سريع يعني يعني. بيقول ايه? شيخ السلام بيرى هنا نظرية معاناة في رسالة ان كل عمل بيصدر اما عن محبة او ارادة واستدلب حديث نفس السلام حارث وهمام. انا هتجاوز نقاط اللي مش اللي انا هتكلم عنها يعني. فبيقول فاذا علم ذلك بمقدمة طويلة كده. الجواب بقى اذا علم ده جواب الشرط. علم ركز ان كل طائفة من بني ادم لابد لهم من كان بيحرر معنى الدين. لابد لهم من دين يجمعهم. ده طبيعي. اي تجمع بشري. لابد ان يخضعوا لشيء. لقانون. وايه هيعملوا ايه? هيعودوا بقى كل واحد كبير نفسه ويولعوا في بعض مش هينفع. لازم في عقد اجتماعي بينهم. بيتعقدوا اجتماعيا. وده اللي خلى كان زمان حتى غير المسلمين لما كانوا يتكلموا. مسألت العقد الاجتماعي يقول لك مش هينفع معنى ملحد. اللي ايه لاني ملحد ملوش دي ملوش دي ملوش يمين يحلف عليه. ملوش حاجة بيعزمها. هيلعب. المؤمن. فقال لابد لهم من دين يجمعهم. اذ لا غنى لبعضهم عن بعض. الانسان انسان بيحتاج انه يأنس. بيحتاج تجمع بشري. لابد للانسان انه يعيش رسل تجمعات. طب تجمعات رأيي ولا رأيك اللي هيمشي? وده احد معاني سفك الدماء تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهو قيل ان الامانة ان عرضنا الامانة ومعاني خليفة وغير ذلك ان له ارادة. ان ربنا سبحانه وتعالى هيمكن الانسان ان هو يختار. فلما الانسان هيختار تبقى انا لي اختياري وانت ليك اختيارك. هيحصل تعرض اختيار من اللي يمشي رأيي انا. هفرضه بالقوة. وانت ترجع بعد جهة تفرض رأيك بالقوة. فلازم يوصلوا الحل فوقي فوقهم كلهم. فوق الاراء دي كلها. فوق باشي يحكمهم. طب هنجيبه من اين? يبقى اي تجمع محتاج لحاجة فوقية. يجيبه مثلا رئيس القبيلة يجيبه حد يحط قواعد يحط قوانين. فبيقول ان لابد لكل طائفة من دين يجمعهم ادلة فينا لبعضهم عن بعض. وما ينفعش كل واحد يزبط يجيب مصلحته ومنفعته. لا هو بيخدمه بعض. فلابد ان يكون في شيء عام بيجمعه. ثم قال بعد ذلك. والامور التي يحتاجونها. دي امور كل الناس محتاجة. لقوانين عامة. تنظمهم. واختيارات خاصة. اكله وشربك وليبسك. دي حكتك خاصة ان تحر فيه. لكن لازم في حاجة عامة تجمعنا. فبيقول هذا بقى العام. فهذا من الدين المشترك بين جميع ابني آدم. من التزام واجبات ومحرمات. والوفاء بالعام. وهذا الدين قد يكون ديناً فاسداً. اتفأوا عادي هم تجمعوا. واتفأوا وزبطوا نفسه. وقانون فاسد. مش لازم كل تجمع بشري. نجح في وضع قانون يجمعهم ان القانون ده حق. لا. قد يكون ديناً فاسداً. لكن الشاهد لابد لكل آدمي من اجتماعه. نقام واحد. مقدم الاول. مقدم التامي. ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين. النتيجة اللي هو عايز يقولها. فكل دين وطاعة لا تكون لله فهي باطل. وكل دين سوى الاسلام فهو باطل. اي بقى اتفاق عام. القوانين عامة. تجمع. اي تجمع بشري. غير الاسلام. طالما الوقت احنا في خلاص بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد رسالة الخاتمة. يبقى الخاتمة. يبقى اي حاجة غير كده. مامي يبقى غير الاسلامي دي. انا فليق بقى لما. ورجع قال. اه ان في ناس. وده واقع بقى للاسف. وده زي تأصيلات بعض الاسلاميين. فاذا لم يكن مقصود الدين الا جلب منفعة في الحياة الدنيا ودافع المضرة. يعني الناس متصورة. ان اهم حاجة ان احنا نجيب منافعنا. انتمنتوا كده يا جماعة ايها ما تدعونا انكم تتكلموا عن الاسلام ودافع والاسلام. ومش مهم الدين واهم حاجة المنافع والمصالح والمفسد من غير الدين والتوحيد الوقتي. طب انتوا فراتوا يعني غير المسلمين. فبيقول فليس لهؤلاء في الاخرة من خلاق. يعني طب يعني فين الاخرة فين الدين. ثم قال بعد ذلك. وهؤلاء المتفلسفة. ومن سلك سبيله من المنتسبين الى الملل. في ناس في المسلمين كده واليهود والنصارى يجعلون الشرائع والديانات من هذا الجنس. اي لوضع قانون تتم بيه مصلحة الحياة الدنيا. ولهذا اسمع بقى لا يأمرون في القوانين دي بالتوحيد. هما شالوا قضية التوحيد. لا ده من المتهمين. لا يأمرون فيها بالتوحيد. وهو عبادة الله. ولا بالعمل للدار الاخر. ولا ينهون فيها عن الشرك. هما اللي بيأمروا بال ايه? بالعدل. والصدق. والوفاء بالعهد. واني من عندي بقى دي. وتبقى كويس. وبتدافع مش عارف عن ايه. طيب هو فين التوحيد الاول. يعني يفروض ده حاجات كويسة. الوفاء بالعهد والصدق. دي مبنية على التوحيد. مبنية على اتباع. ده المبنى وده الاساس. لما بتشير الاساس. هديه تسقط. ده صراب. بقيعة يحسبه بمانه بقى. ولذلك يسويغون التألها. اي حد يبقى عابد. سوى مخلص او مشرق. يسأل عليه ان هو بيعبد وكويس. وفي مكان تاني. اه غير قادة في المحبة. في كتاب اخر قاد. لذلك يجوزون للرجل ان يتمسك باي ناموس كان ولا يجيبون اتباع عن النبي صلى الله الله عليه وسلم. طيب اذا النص الاول من الدرس اللي هو مركزية التوحيد. ان الخلل لما بيحدث فيه. بيحدث في قضية التوحيد. المبنى بيتبنى غلط. كل المبنى حتى لو فيه شبابيك كويسة وابواب كويسة والوان كويسة. لكن هذا ينهار. ليس على اساس متين. ده على جروف انهاء. بينهار. لانه ليس ثابتا ليس مبنيا على اساس التوحيد والايمان. تقدم اي قضية. وتدافع عنها قضية. يعني اصبح هناك تحول ان انت عايز تبحث عن مشترك انسان. طب والتوحيد. طبقة الحق والباطل. ولماذا جاءت الرسل. ما قال ده جماعة ايه في الاخر. ما قال ده اللي هو وصلو له الوقت. ان هو ايه? يعني لو شادنا خط الكلام ده للاخر. الناس بيجبا معها. طب الناس عايزة قانون. عملوا ايه في الاخر. قالوا خلاص. العبادات كل واحد يعبد ربنا زي ما هو عاد. سام حاجة تعبد ربنا يعني. ربنا بدى اه صنم بوزة المسيح. المهم يعني ما تبقاش اوعد سيء العباد. ده بيعبد. خلاص. ده في العبادات. وفي العلاقات الاجتماعية ام حاجة تسمعك كلا. نحط احنا بقى قانون مع بعض نقعد كده ونعمل مجلس ونحط القوين. ده مقال اللي هم وصلو له في الاخر. فهيه دي العلمانية. هو مقال اختيارات وصلت لكده. ده مقال الاختيارات. فلما يجي حد يدافع عن الاسلام ويدافع عن التوحيد. ثم يقبل بهذا التنظير. طب ده مقالة طب ده هتوصل لنفس اللي وسلوه. هو انت منتز علام مننا ليه? طب خلاص عبادتك يعملها في مسجدك. كل واحد يعمل عبادته في مكانه. والحياة العامة اللي خارج دور العبادة بتعبيرهم. اللي خارج دي ما ما تدخلش فيها الدين. دي بيجمعها المشترك الانسان. ونتفع على حاجة تجمعنا ونشوف مسامة لنا كلنا وخلاص وتمشي كده مش هتمشي غير كده. طبعا ده مخالف للسنن اصلا كوين يعني بعيدا حتى لو الناس سدقيتهم واصلوا لهم والاسلامين سمعوا كلامهم واصلولهم. يا مخالف للسنن. فاصل لا تقوم الساعة حتى يقاتل مسلمون اليهود ويظل سيظل الصراع ممتد اليوم القيامة. ولما كتب الباشا كتاب نهاية التاريخ وخلاص وهنوصل اللي مش عارف ايه. لا هو صدام حضرات. ما تتصورش ان الموضوع هيظل بما بما تظن. لا لا تزال طائفة تتمسك بالحق الى يوم القيامة. طيب. فالخلل الاول انا كنت عايز اتكلم عنه او التأصيل او المركزي التوحيد. والخلل الاول هو غياب هذه المركزية في الاطروحات الدعوية. يعني الذي يقدم الاسلام وبناء الاسلام يقدمه بدون المركزية التوحيد ده بناء مشوه. هذا ليس دين. حتى لو كان البناء مليء ببعض الاحكام التشريعية الحقيقية الموجودة في الاسلام. لا. لا التوحيد الاول قبل هذا المبنى. الاول اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان اقرأ باسم ربك. اسجد واقتري. يعني تحط المبنى العبودية لا اله الا الله. يعني لذلك يا جماعة لما سورة الحضرات قيل انها نزلت عامل وفود. وفود جاية وارجو انك ترجع وتسمعه عشان برضو الوقت. تسمع خطبة لا تقدموا بين يدي الله ورسول. وهي خطبة لسه يعني حديثة. كانت تعليق برضو على النقاشات والحاجات اللي بتحصل في السوشيال ميديا. الفكرة الرئيسية في الخطبة سريعا. عشان عارف ان اغلب الدروس اللي انا بحيل عليها مش هتروحولها يعني ولا حاجة. فالفكرة الرئيسية في الخطبة ان الوفود. لا قيل انها نزلت عامل وفود. فتخال الوفود جاية تسمع الاسلام بقى اللي اول ما بتسلم اهو. دخلة في الاسلام. الحجر التأسيسي. الخطاب الاعلامي. المناسب انه يقدم لوفود تسلم حديثا. ايه رسولة الحجرات. يعني اقرأ سورة الحجرات بهذا التصور. ده خطاب يصلح كخطاب اعلامي تأسيسي يقدم لوفود داخلها في الاسلام حديثا. اول حاجة لا تقدم بان دي الله الرسول. لا ترفعوا صوتك وتلقى صوت النبي. لو يطيعكم في كثير من الامر اللي عنه. وبعد كده الكلام الاخلاقي وتحرير معنى الاسلام والايمان في الاخر. وتخد بالك بقوا ما جايين وفود. جعلناكم شعوبة وقبائلة لتعرفوا. انا اكرمكم عند بقاتكم. المحيار. وضع المحيير. يعني جاي بقى الوان واجناس واشكال مختلفة ودخلة في الاسلام. سوف يديني الله افواجة. ففي خطاب تأسيسي الان بيقدم لهؤلاء كلهم. الخطاب اللي يصلح. خطاب عام. ارجع لصورة الحجر. لذلك اكتر صورة. ركزت على معنى اخوة الاسلام. وان الاكرم عند الله سبحانه وتعالى التقي. اكترون اتقاكم. لم تنفي هذه صورة بقية العلاقات. اكتر صورة جي فيها تنوع. جي فيها شعوب وقبائل وقوم وطائفة ونساء. ليس خطاب قوم وقوم ونساء من نساء. وشعوب وقبائل. بين طائفتان. يعني اقتتل. والاعراب. تقسيمات كتير موجودة. ذلك الانتماء الكل للاسلام لا يمنع وجود انتماءات اخرى جزئية. ولكن القضية عند التعارض. يعني وجود انتماءات الاسلام لا يمنع انك ليك انتماءات اخرى لوطنك والوظيفتك وانقابة مش عارف الاطباء والمنتبي مش عارف لايه. لا يمنع هذه الانتماءات. والقبيلة والعشيرة لا يمنع انتماءات. وحتى حبك اللي قبيلتك. والعرب لا يمنع ذلك. اشكال عند التعارض. كل ان كان ابقوكم وابناؤكم واخبانكم وازوازكم وعشراتكم. من جانب افتماعي. من جانب المادي. وعمل انوا اقترفتموا. ادو سيروتهم. اشكال اكتباه ومساك تردوا معا. دقوا تماني اهو. خمسة اكتماعي وثلاثة العمل اللي المادي. احبه. افعل تبطيب. اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصه. طيب. نجي بقى للاشكال التانية. نجي بقى الاشكال الاول. طرح هذا المبنى حتى لو كان لم يغير في الاحكام التشريعي. وبيتكلم عن الصدق والاخلاص والوفاء من كلام الايات والاحاديث. ثم يتجاوز قضية التوحيد ولا يربطها بالتوحيد. ويقبل هذه الامور من غير المسلم. ولذلك السؤال مشروع. لكن تقبل الايجابة. يعني سيدة عيشة لما لايت ان المطعم من عادي بيعمل حاجات كويسة. هي عندها في الدين ان دي حاجات كويسة. بل هي من الفطرة. مش عايزة اتخل بقى في التحسين والتقويح يعني. لكن هي شافت ان دي حاجات كويسة انه كان الرجل بيأكل الناس وبيعمل اعمال خير. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هينفعه. مستغربة. هو الوقت ما عندوش الاساس. بس عمل شوية حاجات في المبنى. ثقاية الحاجة وعمالة المسجد الحرام. هو ما عندوش الاساس. بس عمل اشياء في المبنى. ديها تنفعه. الادها انهار. لم يقل يوما رب اغفر لي خطياتي يوم الدين. نسان قال لا. لم يقل يوما رب اغفر لي خطياتي يوم الدين. طيب. الاشكالي التاني بقى. احنا. الشريعة بتوبنا على مركزية التوحيد. والشريعة ضخمة. وهنا بيقى تقيمة العلماء. اكتهدات العلماء وما بذلوه. وان لا يقوم بهذا الدين واحد. لا. التعاؤنات العلماء ورجوع لكلامهم. وان الانسان لا يستأثر بفهمه ابدا ولا يكون جريئا. انا دايما عندي اشكال مع الشخصات الجريئة. يبتدوا امور قطعية. صحنا في الامور الشائكة الدقيقة. او ان ما بي معندوش مشورة بيستشير حد من الناس. المهم يعني دي قضية فالانتقال لاحكام الشريعة. بعد تأصيل الفاهم الوظيفي للانسان. انت فاهم وظيفتك ايه. والانتماء الكل لانسان الذي يتعارب عن انتماءات الجزئية كمع الصد. بيضبط هنا تطبيق التشريع جاء. لذلك مثلا تيجي صورة الحج. ومن معاني الحج القصد والوجهة. لما تيجي صورة الحج اول اذن بتشريع مهم وخطير زي تشريع القتال. لازم تطبط وجهتك بدل ما يوظف التشريع ده للهوى. بدل ما يوظف للدنيا. بدل ما توظف احكام الشريعة لمقاربك الشخصية. وانتماءاتك. لا لله ليعلم اللهم ينصره ورسله بالغيب ربنا يعلم صورة الحديد مين اللي هيسير في هذا الطريق اتغاء مرضوات الله. فجاءت في صورة الحج بتبين المقصد الاول. بتشرح يعني صورة عظيمة صورة الحج دي. يعني ربنا يقدر كده هحاول قبل الحج ادي مجلس كده عن صورة الحج. ربنا يا رزقنا اياكم الحج على العمر. فا اه فاهم وخطورة الامنيات اللي بيلقيها الشيطان. بتحرف. بالنسبة الانبياء ينسخ الله ما يلقي الشيطان. طب بالنسبة للعلماء. فانا مهم التأن ان هنا بيحدث. اه 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 في التشريعات. لو الانسان مش ضبطها ومش معطيها. وده بقى اللي انا عايز اكلم عنه. الحجم الحقيقي لهذا التشريع. ازا كان الخلل الاول هو اه غياب مركزية التوحيد في بعض الاطوحات. فالخلل التاني هو تضخيم بعض القضايا في هذا البناء التشريع. يعني ازا كان البناء التشريع ضخط بسعة الشريعة. وفي مركز فيها فيها مراكز. احنا قلنا ببعض الخلل ان المركز ما يبقاش موجود. في خلل تاني ان بعض لو تخيلنا مبنى الشريعة. بعض الادوار او بعض الحاجات تكون ضخمة. طب انت ليه عملتها ضخمة كده? ده من عندك? ولا دي ده اشبه يعني معنى ان صحيح. الخريطة التي جاءت في القرنوسيونا. يعني ده دي الاحجام على مراد الله ورسولي. للتشريعات دي. ولا انت نتيجة تبنيك للمسألة دي او تبني شيخك او جماعتك او انتمائك للقضايا دي. فتم تضخمها والولاء والبراء عليها. وده بقى معنى مرسوس كتير في ورده بكلام شيخ الاسلام خطولة وضع شيخ او حد او فكرة تقول لي وتعادي عليها لم تكن هي المركز من مركز الشريعة. يعني هراء والبراء علي الاسلام. فتضخيم بعض القضايا خطر. فعلا. يعني بعض اللي حاولوا يقدموا. الاحياتة دي لبه شوية. معنى. بعض اللي حاولوا يقدموا اه تصورات اصلاحية واقدموا يعني شكل عام للإسلام واقدموا طرح يعني ربنا بيأجر الصادق يعني بيقع في بعض الخلال انه بيقدم يعني تخيله كده جماعة المولود لما يولد تخيل دماغه تبقى اكبر من الطبيعة ده مش حاجة كويسة يعني لما بيحصل لما نقول مثلا واحد حصل له تضخم في عضلة القلب وده كتير من اشرحه في الأدواء اللي بتعالج التضخم عضلة القلب قولك ده انت قلبك كبيرة ما هي دي مشكلة ما هو القلب له حجم لو تضخم القلب هيحصل مشكلة هيدخل في القلب هيفشل انه يقوم بوظيفته فمش كل حاجة يعني التضخم عن حجمها بيعمل مشكلة في اه كتاب نص كده اجيبتلكو انا هجيب يعني هنتقل تجربة معيها ووريكم ازاي ان المطاق دي شائكة وما ينفعش فيها لنوع من التعجل وعايز نوع من التريث والتأني والحكمة وحدم التعصب ليها لان الموضوع بيكون شائك في تجربة تجربة المودودة واخدها منه يعني واستلهمها منه سيد قب وانتقدها اه اه ابو الحسن النادوي وابتداد التجربة دي انتقلت اللي هي مودودة انتقد بصورة مخفافة عند بعض الحركات الاسلامية وانتقد الحركات الاسلامية دي فريد الانصاري فاحنا عمدنا هنا نقدين نقد النادوي وفريد الانصاري خلاص لحركة الاسلامية هم التقطوا معنا في النقد بديع وكان فيه اشكال هتفكره لكو عشان تشوف ان التوازن صعب وخطورة العصبية الفكرة ممكن تكون ليست موضيجة بعد عبو الحسن النادوي كتب كتاب اسمه بينتقد فيه الموضوع دي اسمه التفسير السياسي للاسلامي خلاص اه بيقول في اوله بيتكلم على خطورة المنطقة اللي هتكلم فيها وانيها هيك هو طبعا قاعد يدي مقدمات وانعارف ان اللي بينتقد الحركات الاسلامية غالبا بيتهم انه هو عنده مشكلة في دينه واني دايما حاصل يعني اي حد هينتقد الحركات الاسلامية فربنا يزدقنا السلام والعافية بيقول ايه هذا العمل دقيق وصعب بمقدار ما هو واجب وضروري فيجب على الذين هيعملوا عملية اسمها عرض الاسلام للناس ما هو الاسلام فيجب على الذين يحاولون ان يقوموا بعملية عرض الاسلام وتفهمه وتقريبه للقلوب والعذاء ان يلازموا الدقة على طور الطريق في تحقيق غايتهم حتى لا يتكون شوفوا بيلتنس العذاب على غفلة منهم او غير ارادة او غير قصد حتى لا يتكون لدى الجيل الجديد الشباب الناس انت بتقدم لهم الطرح الاسلام ده الذي يراد تعريفه بحقائق الاسلام وترسيخه عقائدي لا يتكون لديهم تذوق الديني مختلف عن الذوق الديني اللي كان موجود ايام صحابة الناجس وملخص الكتاب بيقول ان الناس دي يعني جابت حتة في الدين موجودة في الدين اسمها الحاكمية وضخمتها ضخمتها ضخمتها فوق الحجم الطبيعي لذلك هو قال ملخص يعني قال كتة حتة سطر في الكتاب بعتبره سطر فارق يعني بيقول لما قدموا الاله لم يقدموه على انه اله قدموه على انه حاكم حتى بيقولها ايه قدموه as lord not as a god طب ده فين بقيت الاوصاف فين بقيت التأله وكانوا هم بقى مميزين سواء ان هذا يا فريد انصاري في الحديث عن قضية معنى التأله وترجع تقرأ لكلام فريد انصاري في جمالية التوحيد في جمالية الدين مبحث جمالية التوحيد وهي اصلا مقالة لوحدها كلام رائع عن معنى الاله والتأله وساعة الشريعة خلاص طيب ده النقد ابو الحسن نيجي نشوف فريد انصاري بيقول ايه فريد انصاري في كتاب له كتاب بينتقد برضو الحركات الاسلامية اسمه البيانة الدعوي شوف وظاهرة التضخم السياسي هو التقط انه في تضخيم لمسألة معينة تمام بيقول ايه بينتقد كتاب دسم وصعب شوية يعني عشان ما يدخلش عليه مباشرة يعني يعني عايز يقرأ انصح انه يقرأ كتاب الفجور السياسي بيقول بينتقد شخصية ما يعني يقول ايه قال الاستاذ معلقا على حديث اللي هو الخلافة بيقول فهذا الحديث اتخذناه محورا لتفكيرنا ومرشدا لخطواته سيد انصاري بيقول هو جاب حديث ما وحطه المركز الاوحد وبنى كل الدوائر حوالين هذا المركز فقط طيب المركز ده جابه من بره التشريع يعني جاب حاجه اسمها الانسانية زي الغلط الاولاني او جاب المادة او جاب المادة لا ده حاجه في المبنى لكن هي مش المركز الاوحد هو جعلها المركز الاوحد وقال ده نص كلامه وده خطأ فعلا وده بيقع الناس ببعض انه يعظم قضية ويوالي ويعادي عليها والدين اوسع الشريع اوسع من ذلك العمل فبيقول والاشكال كل الاشكالي هنا ان الاستاذ حفظه الله جعل هذا الحديث محور تفكيره واساس مشروعه الاصلاحي طب شوف بقى الرد فريد انصاري اللي انا عندي فيه اشكال برضه عشان التوازن صعب يعني هنا انا عندي اشكال مقابل اشكال يعني اشكال اللي تقضوا فريد انصاري صحيح طب الاشكال اللي بيقوله بقى دكتور فريد علي رحمه الله بيقول ايه اللي انا معطرت على دكتور فريد فيه والكتاب ده فيه نقض سريع لابراهيم السكران في كتاب المجاريات للتأصيل اللي بدأ به الكتاب ده بيقول مع اننا بينا بما يقطع الشك رجل بيسور القطعية ان المسألة السياسية برمتها ليست اصلا في الدين ولا محورا من كليات فيه طب هو يا كده يا كده والتقط معنا جميل بيقول ان اختزال الدين كرد فعل جبهة دفاعية عارف اشبه الدين اليساري شوية اللي هو وده اللي حصل لفترة اخرينية اي حاجة ما فيها الدفاع او مقاومة او كده هو ده الحق الاوحد ايا كان دين الذي يقف في هذا الصف بل الوسيلة اصبحت هي الغاية حصل عاد على الاصل بالبطلان عاد على التوحيد بالبطلان انت بالدافع عن المسجد الاقصى ليه وانت حطه ابن المبنى بتاعك صح لان هذا التلبيس والتدليس على الناس لن ينفعك مع الزمان لن ينفعك يقول تم اختزال الدين لمواقف كأنه حركة احتجاجية اكثر مما هو حركة عبدية كلام صعبا عارف فبيقول صفحة 235 والغلو وده اللي انا عايز اقولهم ده بيحدث المبالغة في تطقيم بعض الجوانب في الدين على حساب اخرى تصورا او ممارسة او هما معا ده المعنى وان كان زي ما قلت حتى انتقل من جانب الى يعني موقفش في النصر يعني ودي دايما الحركات رد الفعل تحتاج نوع من الضبط شوية لذلك الامور الشائكة دي تتعجب من اقتحام الشباب الصغير ويدي تقصيلات قطعية مش مثلا بيقدم لا ده يتلاقيه كاتب منشور على فيسبوك تقصيل قطعي وان دول غلط والتقصيل صحي كذا وكذا جماعة الاتروحات الكلية اللي بتقدم الناس دي عايزة مجموع انظار وتأني وحكمة وربانية مش متعجل قول لا املك الام وتقول ما اعرفش قدم ما تعرفه فقط وتسكت فليقل خيرا او ليصمت يعني ليه التعجل في تقديم مثل هذه النظرات ليه ويمشي بقى وراك اجيال وترجع تندم طب ليه وهنا خطورة الاختيارات الحادة في السير يا الله سبحانه وتعالى ف وخطورة كمان واختم بدينا طولت انا اسف ان الدين يتحول الى ان انا هثبت لك ان موقفي صح وهنثبت ان موقفنا صح او يتحول الى مناكفات يعني ايه هو بيغيزوا انت بتعمل كده عشان اغيزهم عشان اعرفهم انهم غلط ده الدين الله سبحانه وتعالى لما تدخل فيه حب الانتصار والمناكفة بينشغل الانسان عن مرض الله سبحانه وتعالى حتى انسوكم ذكر انشاغل بهم عن الله سبحانه وتعالى مشغول بالانتصار عن البحث وتحرير ماذا يريد الله مننا سبحانه وتعالى فالخلاصة احيانا بيحدث نوعين من الخلاة الخلاة اول اظهر يعني ان ده مركزي قضية ان التوحيد لا ياخذ هذا المركز ولا ينظر يعني زي ما ادركوا كده نصيحة اعمل ختمة ابحث عن كيف تناول القرآن حتى تساعدوني يعني اللي يعرف يبعث هنا على البود حتى في نور القرآن في تليجرام عشان انا بحضر الدرس تناول القرآن القضية التوحيد كيف تناول القرآن قضية التوحيد عظم التوحيد وجريمة الكفر والشرك كيف تناولها القرآن يعني كيف عظم القرآن في قلوب المسلمين قضية التوحيد وكيف يعني وحبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الذي يصل الى هذه الحالة ان يحبب اليه الإيمان ويزين في قلبه وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان هم غاشدون. فضلا من الله ما يعني. فده المعنى اللي انا كنت حاوي اقوله ان ما ينفعش تختل المراكز عنده. لأ خطر. انا مديت ده الساعة كده بعنوان اختلال المركز. انه كنت بتكلم على اه في قبل رمضان الماضي كانوا عن الاستعادل رمضان. اه مش رمضان ده اللي فات اللي قبله. كنت بتكلم على ان اللي بيصير في الحياة. والاسباب والدنيا والانشغالات والعملات الاجتماعية بتلهي. ان الانسان بطبيعي دائما بيطوف. كل الناس ياخده. فبينسى وبيطوف حول ايه? قد يطوف حول نفسه حول المال عبد الدينار عبد الديرهم. لكن ده المركز بيختل اعظم من كده. ده بيتم نزع المركز. مش الغفلة عن المركز. مش الغفلة عن الله. لا ده بيتم نزعه واستبداله. ده خطر. وضع مركز واجبار الناس على تعظيم. وغريب جدا. ونقد الناس لمن يحاولون اعادة قضية التوحيد للمركز. ولماذا ارسلها تقوصوا ايه انا? ولماذا جاء الدين? طب ما كان النابي صلى الله وسلم ما يكلمش في قضية التوحيد. يعني ده شيء عجيب جدا. فيعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان انا اكون وفقت في المعنى بعيدا. يعني مش عايزكو تنشغله بالتفاصيل التي قيلت. مش عايزكو تنشغله بالمعنى المحوالي. والانسان لا يتعجل في اغل تصورات كلية. لا انت بتبدي نفسك التبريجي. اذا كان اليقين بيجي بصورة تراكمية. تراكم الادلة بيصنع. حتى دايما انا ما اجي اتنقش مع شاب يقولي عندي شبهة او ملحدة. وطب ما تستعجلش. خلينا مع بعض واحدة بواحدة وآية وصورة ومعنى. وتفاجئ ان هو استعاد بفضل الله الصحة الايمانية بصورة تبريجية. خلاص? فانت بلاش تكون متعجل وتتبنى. وده لا الاسف لاحد بيشوف تلاقي شاب كان لسه باعت يسأل في بعض المعاصي السر ولا حاجة. وتلاقي باعت بيكفر الايمة. يا ابن انت كنت سبحان الله. بتكلم بصورة قطعية وتيجي تنقش وقولك هو المضوع كده. ايه ايه يعني شيء عجيب الله. يعني زمان فتن. فانسان لا يتعجل. ايه يكون مع يعني مع كتاب الله. دور مع القرنحة. دور مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلم بكلمة تفسد وايدي علم. هو ويتصور بانه بقص ويكتب على الفيسبوك. انه مجرد منشور حد بقى يتبنى. لا يلقي لها بالا. لانها تتسع. فانسأل الله. السلام والعافية. اسأل الله سبحانه وتعالى. ان يبصرنا بما يحب ورده. وان يفتح علينا. وان يرفقنا. وان يسددنا. وان يجعلنا نسير على مواضيع سبحانه وتعالى. ولذلك من الاهم التي يكررها الانسان في يومهم. اهدنا الصراطة المستقيم. صراطة الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يهداننا للصراطة المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.